من هدي رب الكون ذي الرحمات من حكمة القرآن والنفحات من سنة المختار هذه الخلق من قول وثال قاهر القسمات من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفايض الحسنات جئنا لنقطف زهر نور يا نعين ونصوه بقلائب الوقفات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وأستنى بسنته واقتفى أثره وأسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي في مستهل هذه الحلقة من برامجكم وقفات تذكرون في الحلقة الماضية كان عنوان الحلقة عزيزي المريض وتوعدنا أن نتحدث اليوم أيضا نوجه رسالة إلى عزيزي الطبيب فكما أن المريض يحتاج إلى رسائل فكذلك الطبيب ومن شاركه في هذه المهنة النبيلة الشريفة والعظيمة من أخوانه الممرضين والعاملين في القطاع الصحي بداية مهنة الطب تعتبر من أنبل المهن يعني من أشرفها وأعظمها وأكرمها واليوم إذا تتبعنا أقوال من سلف من هذه الأمة نجد أنهم جاء في ما قالوا بيان أهمية الطب والعمل في هذه المهنة ودعوني وياكم نأخذ أحد هؤلاء العلماء الأفذاذ الإمام محمد بن دريس الشافعي الإمام الشافعي له كلام في غاية الجمال يقول رحمه الله تعالى العلم علمان علم الدين وهو الفقه وعلم الدنيا وهو الطب يقول هنا هذه العلوم التي لها الكعب العالي علوم الآخرة وهي الفقه يعني علوم الدين وعلوم الدنيا قال وهي الطب أيضا قال طبعا هذا الكلام نقلها الذهبي رحمه الله تعالى في سير علم النبلة كذلك نقل عن الإمام الشافعي أنه كان يقول لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب فالعلم في هذه المهنة والأخذ بهذه المهنة أخذ بأنبل العلوم وأشرفها وأكرمها وأعظمها هذا أيضا ذكره الإمام الذهبي في كتابه سير علم النبلة أيضا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال وهذا ذكره أبو حاتم الرازي في كتابه أو أداب الشافعي ومناقبة قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا تسكنن بلدا لا يكون فيه عالم يفتيك عن دينك ولا طبيب ينبئك عن أمر بدنك يقول لا تسكن في مدينة في قرية في بلد ما فيها عالم يعلمك ويفقهك في أمر دينك أو طبيب ينبئك عن أمر بدنك وهذا كلام في غاية الجمال في الحقيقة يبين أهمية مهنة الطب وحينما أتكلم أو أعنون هذه الحلقة بعزيز الطبيب فهذه الرسالة تتوجه إلى الجميع إلى الطبيب المعالج وإلى الممرض وإلى جميع العاملين في هذا القطاع الصحي من من يعمل في الإدارة من يعمل في أي جانب من هذه الجوانب التي يحتاجها المريض الرسالة هذه للجميع لجميع من يعمل في القطاع الصحي من المسائل أيضا في مقدمة هذا اللقاء أن للإسلام فلسفة في موضوع الطب وفلسفة الإسلام في موضوع الطب قائمة على أن حفظ الصحة مقدم على مداوات المرض وهذه فلسفة عظيمة ونجد ذلك في نصوص الوحيين أن حفظ الصحة مقدم على مداوات المرض وعنا فقط أذكر بعض هذه النصوص على سبيل المثال الله تبارك وتعالى يقول وَلَا تُلْقُوا بَأَيْدِيكُمْ إلى التهلكة في نبينا عليه الصلاة والسلام أرشدنا أرشاد واضح بيّن في قضية الأخذ بالوقاية والتأكيد عليها قبل نزول البلاء والوباء ماذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا في أحد الحديث قال غط الإناء هذا أخذ بالأسباب الوقائية أخذ بالأسباب الوقائية قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء يعني ربطوا السقاء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء فحفظ الصحة مقدم على مداوات المرض والأخذ بالأسباب الوقائية هذه فلسفة فلسفة هذا الدين العظيم كذلك يقول عليه الصلاة والسلام وانظروا إلى هذا الإرشاد العظيم قال من نام وفي يده غمر يعني ما يتبقى من أهذر الطعام خاصة فيما يتعلق بالدهون والدسم من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه هذه فلسفة عظيمة الشاهد في هذه المقدمة أن مهنة الطب مهنة النبلاء والأخذ بالأسباب الوقائية التي تعنى بحفظ الصحة مقدم على مداوات المرض ثم أشرع وإياكم أخواني أخواتي في إرسال هذه الرسال إلى عزيز الطبيب أذكره ونفسي وأذكر كل إنسان وقف في موقف يخدم فيه الناس أو هو في موقع يخدم فيه الناس وينفعهم أقول خذ بهذه خذ بهذه الرسائل لكنها إلى عزيز الطبيب مقدمة لأن فيها نقاط هو مختص به بها ومن معه ممن يعمل في القطاع الصحي الأولى عزيز الطبيب تذكر أن تجعل نيتك لله سبحانه وتعالى واحتسب الأجر في كل خطوة تخطوها من بداية تعلمك ودراستك لهذه المهنة وهذه الدراسة الطويلة وقراءتك واطلاعك وسفرك وتعبك وجهدك وسهرك لا تحرم نفسك الأجر فاحتسب النية وابتغي بذلك الأمر الأجر من الله سبحانه وتعالى من خلال خدمة المجتمع وحفظ صحتهم وجاءت الأحاديث بذلك كثيرا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما وعلم الطب يدخل في ذلك من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء إذن احتسب نيتك وأجرك وأنت تطلب العلم حتى لو تخرجت وأخذت أعلى درجات أعدد درجات استمر في تلقي العلم فباب الطب لا ينتهي وعلم الطب لا ينتهي والدراسات والمراكز البحثية تخرج أعداد هائلة من الدراسات التي يستفيد منها الطبيب وأنت تطلع وأنت تقرأ وأنت تسافر وأنت تسأل احتسب الأجر فإنك طالب علم والملائكة رضا بما تصنع قد وضعت أجنحتها لك كذلك وأنت تتردد على مرضاك تذهب إلى مريضك احتسب الأجر احتسب أجر العيادة عيادتك له ففيها أجر عظيم نعم هي مهنتك نعم أنت تتقاضى على ذلك أجر مادي لكنك إذا احتسبت الأجر أجرت لأنك تتعامل مع الرب الكريم سبحانه وتعالى وأنت تعود المريض من غرفة إلى غرفة من جناح إلى جناح وأنت تستشعر هذا الأجر الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال عليه صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا سواء كنت طبيب أو غيره من عاد مريضا نادى منادي من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا تصور هذا مهيئ لك أكثر مني أنت يوميا في المستشفى ويوميا عندك قوائم من مرضاك تمر عليهم فقط احتسب الأجر احتسب الأجر أن يقال لك هذا الأمر طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له خريف في الجنة وكذلك إذا خرج له مساء سبعون ألف ملك يستغفرون لك أيها الطبيب أيها المريض أيها الطبيب أيها الممرض كل من عاد مريضا حتى لو كان عامل النظافة اللي يعمل في المستشفى أو في العيادة احتسب الأجر أن يمر على فلان وفلان كسب هذا الأجر فالرسالة الأولى احتسب الأجر في كل شيء حتى في صبرك صبرك على أسئلة المريض وكثرة تساؤلاته والفرضيات التي يضعها وأشياء تتعب احتسب الأجر في صبرك في إجراءك لهذه العمليات المعقدة احتسب الأجر على هذا الصبر فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجر من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم يقول أنا عندي عمل محدد ومهام محددة لا يا أخي الباب لك مفتوح أكثر من غيرك أصبر على هؤلاء المرضى واحتسب الأجر فيكون لك هذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى احتسب الأجر في سعيك في إحياء هذه الأنفس هذه الأنفس أنت قد تكون سبب لإبقائها على الحياة والله سبحانه وتعالى يقول من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا تصور بسعيك وجهدك وبذلك وحرصك قد تنقذ نفس من الموت تحييها فتصور فكأنما أحيا الناس جميعا يعني لك أجر هذا الأمر العظيم الإمام مجاهد رحمه الله تعالى كما جاء في تفسير بن كثير لما تكلم عن هذه الآية قال أي أنجاهة من غرق أو حرق أو هلكة الشاهد عزيزي الطبيب تذكر أن تستحضر العجر في عملك كله هناك رسالة أخرى آتي عليها بعد هذا الفاصل فاصل ثم أتواصل معكم فانتبرونا بطلائب الوقفات حياكم الله أخواني أخواتي من جديد ورسائل إلى عزيزي الطبيب الرسالة الأولى كانت تذكر أن تحتسب العجر في جميع أمرك في عملك كله عزيزي الطبيب تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سؤل سؤال واضح فأجاب عليه بهذه الإجابة الواضحة فماذا سؤل عليه الصلاة والسلام قيل له يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله أنت في إمكانك وبإمكانك أن تكون أحب الناس إلى الله وأن تقدم من خلال عملك أحب الأعمال إلى الله أنت أقرب إلى ذلك من غيرك قال عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ومهنة الطب من أعظم ما يقدم من المنافع كما قلت قبل الفاصل لأنك قد تكون سببا في إحياء هذه النفس والله سبحانه وتعالى يقول ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور ترخله على مسلم دخولك على المريض بهذه الرسائل الإيجابية التي تعبر عنها بقولك وبفعلك وبتعابير كلامك ووجهك لما تدخل عليه السرور لأخبارك السارة هذا من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى وأنا أعلم أنك تعلم أنا على يقين أننا جميعا ندرك ذلك ونعرف ذلك لكن العبرة ليس أن نعلم وأن نعرف العبرة أن نعمل بما نعلم وأن نقدم ما نعرف من هذه المعارف والعلوم هذه العبرة إذن الرسالة الثانية الفرصة بين يديك أن تكون أحب الناس إلى الله وتقدم أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى الرسالة الثالثة عزيزي طبيب تذكر أن من يرحم يرحم وأن الراحمون يرحمه الرحمن وسبحان الله كم جاء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة جدا توصي بالرحمة أن ترحم جميع مرضك ولا تفرق بينه يعني اللي عنده واسطة يختلف عن اللي ما عنده واسطة اللي موصي عليه فلان غير اللي ما ما حد وصى عليه اللي من جماعتك غير اللي ما هو من جماعتك لا 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 أرحم الجميع عامل غريب ليس له أحد في هذه البلاد أو إنسان معروف أرحم الجميع واحد من جماعتك أو من غير جماعتك اسمحوا لي على هذه التعبيرات لكن مع الأسف الشديد أن المجتمعات اليوم بدأت تعيش على هذا الرتم هذا معنا وهذا ما هم معنا هذا من ربعنا وهذا ما هم من ربعنا لا مهنة الطب مهنة نبلاء ينظر إلى المريض وإلى حاجته إلى التداوي والعلاج فيرحمه كما يرحم أقرب الناس إليه هذه الفلسفة هي التي جاء به هذا الإسلام العظيم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو يرحمكم من في السماء حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام أرحموا ترحموا لأن القائدة قائمة على هذا الأصل أن الجزاء من جسل العمل أرحموا ترحموا لما دخل الأقرع بن حابس على النبي صلى الله عليه وسلم ووجد النبي عليه الصلاة والسلام يقبل أحد أحفاده استغرب قال أو تقبلون صبيانكم أن لي عشر من الولد ما قبلت منهم أحد عجيب عند عشر أولاد ما قبل منهم أحد يعني أكبرهم عمر عشر سنوات الآن ما قبله قال عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم فوضع لنا عليه الصلاة والسلام هذا الأصل أن تقبيل الولد تقبيل ولدك وحفيدك هذا جزء من الرحمة نوع من الرحمة فكيف بالذي يعالج المريض ويسهر على علاجه ويهتم به ويشعره بهذا الاهتمام لأن هذا جزء من العلاج من العلاج أنك تشعر مريضك بالاهتمام حتى أنك تشعر أنه بالنسبة لك أهم مريض بعض الأطباء جزاهم الله خير عندهم هذه اللفتة العجيبة يشعر المريض أنه أهم مريض عنده يتعامل معه بهذا المسلك وبهذا الأمر أيضا يقول عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل لا يرحم من لا يرحم الناس فالذي لا يرحم الناس في تعامله في علاجه في أخذه في عطاءه لا يرحمه الله سبحانه وتعالى ومن منا في غنى عن رحمة الله سبحانه وتعالى لما دشت دخلت أمرأة على عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيت النبي عليه الصلاة والسلام دخلت هذه المرأة ومعها صبيين وبس كينا تريد طعام عائشة رضي الله تعالى عنها نظرت في البيت حصلت ثلاث تمرات بس ثلاث تمرات ما هو ثلاث كياس تمر ما هو كارتون تمر أو ثلاث كورتين تمر ثلاث تمرات في بيت النبي عليه الصلاة والسلام فأخذت ثلاث تمرات أعطتها المرأة المرأة أخذت تمر أعطتها الصبي وثم أعطت التمر الأخرى الصبي الآخر ثم رفعت الثالثة لتأكل هذه التمر الصبيان أكلت تمرتهم ثم نظر إلى أمهما ولسان حالهم يقول وهذه أيضا والثالثة فشقتها نصفين فأعطت هذا الشق أعطت هذا الشق عائشة رضي الله تعالى عنها استغربت من هذا المنبر وكانت هذه المرأة في حاجة إلى هذه التمر خرجت المرأة ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة رضي الله تعالى عنها بما رأت فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام وما يعجبك من ذلك لقد رحمها الله برحمتها صبييها فتصور إنسان يرحم أبناءه يرحم إنسان يشتري الزاد والمتاع واللباس لأبنائه رحمة بهم فيرحم فكيف بالذي يرحم إنسان ما تربطها يعني أي علاقة به لكن أهم علاقة بينه وبين هذا المريض هي علاقة الطب والعلاج وأنه موجود لعلاجه ما يعرف حتى ممكن ما يعرفه لغته فقير مسكين وعامل جاء إلى البلد وهو يعالج بكل جهد وبكل طاقة ليس لشيء إلا بيرحم لأنه متى ما رحم متى ما رحم غيره رحمه الله سبحانه وتعالى أيضا من الرسائل أو أترك هذه الرسالة أخرج وإياكم في فاصل ثم أعود إلى استكمال هذه الرسائل فاصل ثم أتواصل معكم فانتبعوا حياكم الله أخواني أخواتي من جديد وحديث بعنوان عزيزي الطبيب عزيزي الطبيب تذكر أن المريض يتأثر سلبا وإيجابا بكلامك بمعاملتك بنبرة حديثك بتعابير وجهك يتأثر سلبا وإيجابا قبل أن تبدأ في علاجه لذا فبإمكانك أن تقدم هذا الدواء الذي يعالج جانب كبير من نفسية المريض وأنت طبيب وتعرف أن الإنسان تتأثر صحته وصحة جسده بتأثر صحته النفسية وأنت بحسن تعاملك معه بكلامك بهذه الرسالة الإيجابية التي تبعث بها من خلال فحصك وحديثك وتشخيصك ترتفع معنوياتها فتحسن صحتها النفسية فيتأثر ويؤثر في صحتها البدنية وأنت لا شك أنك تعرف ذلك وأنا على يقين لكن نحن ها هنا في نتدارس هذه الأمور يذكر بعضنا بعضا حتى نأتي على أرض الواقع ونطبق ما نعرف ونتعلم قدوتنا جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل على المريض بشره دخل عليه الصلاة والسلام على أم العلاء فقال أبشري يا أم العلاء فإن بس كلمة أبشري يعني إنسان يدخل عليك يقول لك أبشر أبشر بس كيف يكون عندك الأثر النفسي قال أبشري يا أم العلاء وهو يريدها صلى الله عليه وسلم يريد هذه الكلمة ولا ما قالها عليه الصلاة والسلام يريد أن يبعث بهذه الرسائل الإيجابية لهذه المريضة قال أبشري يا أم العلاء فإن مرضى المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة قال أبشري هذه الأمراض مثل الكير يذهب الله تبارك وتعالى به هذه الخطايا والذنوب عن المريض أو يفرح يدخل عليه الصلاة والسلام على المريض كان له عادة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل على المريض دائما يقول لا بأس طهور إن شاء الله تصور هذه العبارات لا بأس طهور إن شاء الله يعني كم مرة أنا رأيت وسمعت من أخواننا الأطباء يا أخي يدخل على المريض كلامه علاج إيه والله إذا تكلم كأنه يعالج المريض تعابير وجهه نبرة حديثة تؤثر في المريض كأنه يعالج المريض وهذه وهذا توفيق وموفق الذي يصل إلى هذه الدرجة يعالج بما عنده من علوم في مهنته ويعالج بأخلاقه وبحسن تعامله والقاعدة الاجتماعية تقول دع أخلاقك تتحدث عنك في غيابك بالفعل قاعدة عجيبة دع أخلاقك تتحدث عنك في غيابك وفي الحديث إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم حسن الخلق وحسن التعامل أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا أذكر نص الحديث الناس تحتاج منك الآن في هذا الموقف الضعيف الذي يمرون به ويعني بذلك المرضى ومرافق المريض يحتاج منك هذه الكلمة التي تهون على هذا المريض مرضى وترفع الغلق والهم عن هذا المرافق الذي يرافق المريض كم مرة سمعنا عن المرضى يتحدثون يقول يقول أمين أمين الصندوق الذي يعمل في العيادة الفلانية أو في المسجف الفلاني الناس كلها تحبه تصور أمين الصندوق يعني من طبيب بس يعمل في القطاع الصحي وآخر يقول إذا أراد أن يعمل له أشعة يقول خلوني عندي فلان فلان هذا في تعاملها لطيف وودود أنه جزء من العياد حتى في تردد الإنسان على بعض يأخذ أدويته في الصندوق وغيره يأحرص أن يكون في نوبة فلان بل لا أبالغ إذا قلت أن بعض المرضى في بعض الأجنحة في المستشفيات بينهم وبين عامل النظافة في المستشفى ود بسبب أن هذا العامل في كل صباح إذا جاءهم يمر عليهم عامل نظافة يمر عليهم وسلم عليهم و لا يعرف اللغة العربية لأنه شيء بسيط لكن إذا دخل يقول يدخل علينا يعني بعد أن يستأذن ويرفع الستارة يقول اليوم اليوم واجزين اليوم فيس واجزين يقول نفرح بكلمته وهو عامل نظافة بس ذكي استطاع أن يصل إلى قلوب هؤلاء الناس آخر يقول يعني يقول عندنا عامل يمر علينا في المستشفى يقرأ علينا القرآن يدعو لنا وهو عامل ما هو بعربي بس هذا الناس في حاجة لهذا الأمر ده أخلاقك تتحدث عنك في غيابك فكيف بك أنت عزيزي الطبيب هذه المبشرات لا تكذب على المريض لكن بإمكانك أن تقول المعلومة يفرح بها المريض وبإمكان غيرك أن يقول نفس المعلومة لكن يحزن لها المريض ويحزن لها أهله عزيزي الطبيب تذكر أنت على وجه الخصوص أهمية الإلمام لا شك أنها نوع مما يقربك أيها الطبيب المبارك إلى مريضك وبإمكان هذا اليوم يعني بإمكان الإنسان أن تكون عنده روح المبادرة وأن يبادر المريض عفواً يبادر الطبيب أو المسؤول في المستشفى أو في العيادة ويهيئ لمرضاه هذه الأجوبة التي قد ترد على أذهانهم في بعض المسائل الفقيرة التي يحتاجونها موضوع التيمم يعني يعني يتساءل كثير من المرضى عن هذا الموضوع كيف يتيمم وبعضهم ما عنده أحد يعني ما عنده أقارب في البلد وعاوم المسكين يسأل عن الطبيب يوفر له مثل هذه المعلومات من المسائل أيضا من المسائل وهي قضية الأمانة والإتقان الأمانة والإتقان من أهم أدوات التوفيق في علاج المريض أمين مع مريضه ومتقن والحديث عن الأمانة حديث طويل وأجعلها بإذن الله تبارك وتعالى حلقة قادمة لكن يكفي أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون جعلها ربي تبارك وتعالى الذي يقصر في أمانته جعلها خيانة وهذه أمانة عظيمة أمانة الطب في صرف الأدوية في تشخيص المرض في علاج المرض لهذا قد تحدث أحيانا بعض الأخطاء الطبية بغير قصد لكن أحيانا قد تحدث هذه الأخطاء الطبية بسبب عدم الإتقان وعدم الأمانة وهذه الخطورة وهذا حديث بإذن الله تبارك وتعالى قد نفرد له حلقة كاملة عن موضوع الأمانة في جميع الأعمال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول وتصوروا هذا الربط قال لا إيمانة لمن لا أمانة له لا إيمانة لمن لا أمانة له وحديث كثيرة وردت في ذلك تقدم عزيزي الطبيب الحديث عن الخلق وأن حسن الخلق دواء يوالله حسن الخلق دواء اسمعوا ماذا يقول عليه الصلاة والسلام وأسرد هذا الأمر بسرعة لأن وقت الحلقة شارف على الانتهاء يقول عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ويقول ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق لا يملغ به درجة صاحب الصوم والصلاة تصور أن تصور حينما يصل الحد بالمريض يقول أنا أختار الطبيب الفلاني على الطبيب الفلاني لماذا؟ قال يا أخي هذا أخلاقه عالية جدا وراقي في تعامله يكفي هذه شهادة هذه زمالة هذه أعلى الشهادات لما يقول أنا أختار طبيبي لأنه لأنه عنده خلق عالي وراقي في تعامله جدا وخطير جدا أن يقول أنا أدري أنه فلان الطبيب الفلاني طبيب حاذق بس ما أقدر ما نروح له ولا أطلبه والسبب قال سيء في أخلاقه سيء في تعامله فضل صورا يقال هذا الأمر عن طبيب الأطباء لا شك أن هذا يعني أمر يحزن لأننا نتحدث عن مهنة هي من من أعظم وأنبل وأشرف المهن أخيرا عزيزي الطبيب تذكر أن الستر على المريض واجب شرعي هذه نقطة مهمة وأختم بها الستر على المريض واجب شرعي المريض يأتيك وأمراض الناس تختلف أمراض عضوية أمراض نفسية يفضي لك المريض بما فيه واجب شرعي على الطبيب أن يستر على مريضه نعم في حالات أثنائية سيتحدث عنها لكن الأصل الستر ما يذهب يتحدث قل مر علي اليوم فلان العيادة فيه كذا وكذا لا ما يصير يذهب إلى البيت عنده ويتكلم مع أهله مر علي اليوم فلان ولده فيه كذا وكذا ما يجوز هذه الستر فيها واجب يقول عليه الصلاة والسلام يرغب في موضوع الستر قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ويقول لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة نعم هناك حالات استثنائية لا بد فيها من الطبيب أن يتحدث عن مرض المريضة كأن يتحدث مع مجموعة من الأطباء الاستشاريين يتدارسون هذا المرض في مصلحة المريض هذا جائز وما يعتبر هذا أفضى بسره إذا أذن المريض أن يتحدث الطبيب عنه وعن مرضه ويوضع فيه تجارب علمية وأبحاث ودراسات إذا كان فيه مصلحة للمجتمع كأن يقول الطبيب جاءني فلان ابن فلان وفيه المرض الفلاني وهذا المرض عائق له في عمله فهو غير لائق في عمله يكتب فيه شهادة هذا جائز لمصلحة المجتمع كأن يكون هذا المرض مرض معدي ولابد أن يعطي شهادة ويتحدث هذا ليس إفشاء سر يعني يأتي بعض الأطباء ويقول أنا والله ما أقدر أفشي سر مريضي بس عنده مرض معدي لا هذا حرام لابد تفشيه للمجتمع حتى يعني يتخذ الحذر منه أو ربما يكون فحص طبي للزواج ويقول في المريض الفلاني كذا وكذا فهو لا يصلح لفلانه أو يكون المريض متزوج ومرضه معدي فيخبر زوجة ترى فلان زوجك فيه المرض الفلاني معدي انتبهي وهذه الحالات استثنائية الأصل أن الطبيب يستر على مريضه هذه عزيزي الطبيب بعض الرسائل أحببت أن أبعث بها إليك وهذه بعض الأحاليث التي تبين شرف وكرامة وعظم المهنة التي أنت فيها فهي من أنبل المهن كما قال الإمام الشافعي كما بينا في مقدمة هذا اللقاء أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع وأن يشفي جميع مرضى المسلمين إلى أن أتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هدي رب الكون ذي الرحمات من حكمة القرآن والنفحات من سنة المختار رهاد الخلق من قول وثال طاهر القسمات من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفايض الحسنات جئنا لنقطف زهر نور يا نعين ونصوه بقلائد الوقفات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر